ومعنا مشاهدين الكرام بشهرة من إسطنبول سيد العقيد الركن حاتم الفلاحي مرحبا بك سيدة العقيد الركن معنا بداية ترامب وصف مجددا النظام الإيراني بأنه أكبر راعي للإرهاب في العالم واتهمه بنشر صوريخه في عدة دول لكون العراق طبعا أحد هذه الدول هل تتوقع تحركا أمريكيا جديا ضد إيران في العراق؟ نعم مساء الخير لك والمشاهدي قناة الرافدين نعم أعتقد بأنه التصريحات التي صردت من الرئيس الأمريكي من خلال المؤتمر الذي يجري في ألم المتحدة أعتقد بأنه هو تأكيد على القرارات السابقة التي اتخذتها الإدارة الأمريكية لمواجهة التمدد الإيراني في المنطقة ولكني أعتقد بأنه الضغط السياسي التي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية الآن أن تجمعه من دول كثيرة بحيث تكسب التأييد العالمي أو الدولي لمواجهة النشاطات الإيرانية في المنطقة هذا أحد الأسباب الرئيسية لهذه الدعوة التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية إضافة إلى العقوبات الاقتصادية التي فرضت على إيران تم تنفيذ الحزمة الأولى والحزمة الثانية ستكون في بداية نوفمبر وبالتالي تراهن الولايات المتحدة الأمريكية اليوم على العقوبات الاقتصادية على إحداث تغيير كبير جدا في سلوك النظام الإيراني وهناك تصريحات تصدر من مسؤولين متعددين سواء من الخارجية الأمريكية أو حتى من الرئيس ترامب بأنه لا يريد تغيير النظام ولكنه يريد تغيير سلوك النظام في المنطقة لذلك هو يراهن على الضغط الداخل لنتيجة العقوبات الاقتصادية ولكن بنفس الوقت تهدد الولايات المتحدة الأمريكية بالرد على إيران وعلى أدوات إيران في المنطقة إذا ما تعرضت المصالح الأمريكية إلى الاستهداف من قبل ميليشيات سواء كانت في العراق أو في مناطق أخرى بذلك أنا أعتقد هي جزء من الضغوطات التي تمارس على إيران ولكن من المبكر جدا أن نقول هناك مواجهة عسكرية وإنما هناك حرب إعلامية وهناك ضغوطات سياسية وضغوطات اقتصادية لإجبار إيران على الاستسلام والرضوخ إلى الشروط الأمريكية المدوعة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هيلي قالت أن طهران تحرص على إضعاف العراق لتواصل أنشطتها فيه كيف من الممكن أن نفهم أن إيران تضعف العراق وهي حاليا أحد أهم المشرفين على تكوين هذه الحكومة الجديدة؟ نعم أكيد إيران تسعى الآن لإضعاف العراق من خلال تشكيل الحكومة الجديدة إذا كانت هذه الحكومة موالية لإيران إذن نحن نتكلم حقيقة عن عدم إمكانية تدخل الولايات المتحدة في الشأن العراقي في الفترة المقبلة وقد يكون العراق هو أحد الحلول التي يمكن أن تطرح للإدارة الإيرانية للتخلص من العقوبات الأمريكية لأنه الرئة التي تنفس منها إيران في الفترة المقبلة هي عن طريق العراق وبالتالي إضعاف العراق هو مسعى إيراني بشكل كبير جدا من خلال إيجاد مرتكزات قوة خارج الحكومة العراقية وخارج إدارة الدولة وبالتالي هذه الميليشيات التي تكون هي إحدى هذه المرتكزات سوف تعمل للمصلحة الإيرانية وهذا ما صرحت به كثير من قادة الميليشيات بأنهم سوف لن يلتزمون بالعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران وأنهم سيكونون طوعا لما تقتضيه بصلحة المقاومة بقيادة الولي الفقيه في إيران الآن هناك تركيز على قاسم سليماني فالمبعوث الأمريكي بشأن إيران أكد أن واشنطن تسعى للنيل من قاسم سليماني في العراق كيف تقرأ هذا أستاذ حاتم كل هذه المدة وسليماني يجول هل فعل لدى أمريكيا نية كهذه؟ نعم هي رسالة أمريكية واضحة ورسالة إعلامية من قلال الحرب الإعلامية التي بين الطرفين أو المناكفات الإعلامية التي تجري ما بين إيران وبين الملات المتحدة الأمريكية باستهداف المصالح الأمريكية وما إلا ذلك أمريكا تريد أن تقول يمكن لنا أن نستهدف شخصيات ومنها قاسم سليماني وكذلك هذه التهديدات قد تأتي لإضعاف النفوذ الإيراني لتشكيل الحكومة المقبلة خصوصا وإنه لم يتم اختيار رئيس برلمان ولا رئيس جمهورية لحد الآن فتحاول الولايات المتحدة الأمريكية أن تضغط من خلال إيصال هذه الرسائل بأنه يمكن لنا أن نستهدف سليماني في الفترة المقبلة ولكني أقول بأن هذه هي ستترك للتفاهمات الأمريكية الإيرانية المقبلة إذا كانت هناك تفاهمات فأعتقد بأن هذه ستنتهي في فترة قريبة جدا وإن لم تكن هناك وكان هناك تصعيد فأنا أعتقد إذا ما كان هناك تصعيد على المتحدة الأمريكية يمكن أن يكون سليماني هو أحد الأهداف المقبلة لأمريكا في المنطقة إذا كان هناك تصعيد إذن في المقابل ما هو رد الفعل متوقع من إيران وخصوصا في ميليشياتها وذروعها في العراق أمام ارتفاع نبرة هذه التصريحات الأمريكية نعم أكيد بالنسبة للميليشيات سواء كانت في العراق أو في أي منطقة أخرى هي تبع للقرار الإيراني والقرار الإيراني أنا أعتقد بأنه سيعتمد على التفاهمات التي يمكن أن تجري مع الولايات المتحدة الأمريكية الآن هذه الضغوطات تمارس على إيران لغرض الجلوس على طاولة مفاوضات وعقد اتفاق جديد يضمن المصالح الأمريكية في المنطقة والمصالح الإسرائيلية إذا لم يكن هناك اتفاق على هذه المسائل فأنا أعتقد بأن قرار الميليشيات سيكون تبع للقيادة الإيرانية وما ستقرره إيران من مواجهة سواء كانت مع الولايات المتحدة الأمريكية أو مع أطراف أخرى في المنطقة لذلك من المبكر جدا أن نقول بأن ردود الفعل التي يمكن أن تجري ستكون بإرادة الميليشيات في العراق وإنما ستكون بإرادة إيران في المنطقة الحقيقة موقع مونيتر كشف أن هناك مساعية في الكونغرس لصياغة قانون يعاقب الميليشيات داخل العراق ترأي انطبق هذا المشروع كيف سنعكس على الأرض لا سيما أن الميليشيات كما تعلم أصبحت متنفذة أكثر في المشهد السياسي نعم أي قرار يصدر من الكونغرس أو من أي جهة أخرى لا يمكن تنفيذهم في العراق إذا لم يتم تشكيل الحكومة الجديدة أو المقبلة في العراق هذه الحكومة إذا كانت بعيدة عن النفوذ الإيراني يمكن أن نقول ستكون هناك ضغوطات كبيرة جدا تمارس على هذه الميليشيات لتسليم سلاحها وبالتالي إنهاها في العراق أما إذا كانت الحكومة القادمة موالية لإيران فأعتقد أنه مهما صدرت من قرارات فلن تنفذ في العراق إلا أن تكون هناك مواجهة عسكرية مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع هذه الميليشيات سواء كانت في العراق أو في مناطق أخرى لذلك أنا أعتقد بأن القرارات التي تصدر الآن هي غير منزمة لا للميليشيات ولا لغيرها الضربات التي نفذت على الميليشيات في سوريا من قبل إسرائيل وباتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية لا زالت إيران متواجدة ومتواجدة بقوة في سوريا لذلك أنا أعتقد بأنه من المبكر جدا أن نتكلم عن مشروع قرار باتجاه الميليشيات في ظل حكومة عراقية يمكن أن تشكل بتوصية إيرانية أو باتفاق إيراني لذلك يمكن أن تصدر مثل هذه القرارات ولكن ليس لها تنفيذ على أرض الواقع يعني حتى عندما نتكلم عن سليماني الآن الطائرات الأمريكية تقصف القاعدة وتقصف كثير من النظمات أو التي تسميها منظمات إرهابية ولكن لحد هذه اللحظة هي لم تقصف لا الحوثي ولا النفوذ الإيراني سواء كانت في سوريا أو سواء كان في العراق أو سواء كان في مناطق أخرى من المنطقة لذلك من المبكر جدا أن نقول إذا لم تكن هناك بحيث تصل العلاقة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران إلى مسألة القطيعة عندئذ يمكن أن تتحول المواجهة إلى مواجهة عسكرية ولكن لحد هذه اللحظة ضغوطات سياسية وإقتصادية فقط يمكن أن تتحول إلى مواجهة عسكرية في المستقبل إذن تداخل الملفات ربما يزيد المشهة الضبابية يعني إيران تهدد بإغلاق مضيق هرمز وكذلك تهدد بتحريك أذروعها في المنطقة والولايات المتحدة كما نشاهد تتوعد وتهدد يعني بشكل شمولي هل فعلا نحن أمام مرحلة تكسير العظام بين أمريكا وإيران؟ نحن في مرحلة استعراض القوى يعني الجميع الآن يستعرض قواه وما يمكن له أن يفعل في المنطقة وإيران تهدد بغلق الملاحة الدولية وهذه أنا أعتقد من الصعوب جدا يمكن أن تغلق الممر الملاحي في هرمز لفترة محددة ولكن لن تستطيع إغلاق المضيق بشكل كامل لأنه التفوق والسيادة الجوية ستكون لولايات المتحدة الأمريكية ولحلفائها في المنطقة لأنه لولايات المتحدة الأمريكية الآن تحاول أن تقيم حلف جديد لمواجهة التمدد الإيراني في المنطقة والصواريخ الباليستية والملف النووي الإيراني ودعمها للإرهاب وبالتالي أنا أعتقد بأنه من الصعوب جدا على إيران أن تغلق الملاحة الدولية في المنطقة أما بالنسبة للتهديدات المتبادلة فهذا التهديدات نسمعها منذ زمن بعيد ولكن ليس لها شيء على أرض الواقع الجميع الآن يتهيأ للفترة المقبلة وما يمكن أن تنفذه العقوبات الاقتصادية بزعزع للداخل الإيراني وما يمكن أن يجبر القيادة الإيرانية على جلوس على طاولة مفاوضات وإلا عندئذ لكل حادثة الحديث إذا ما كانت انطلاق هذه الشرارة من إيران فأعتقد بأنه رد الفعل سيكون قوي جدا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على الأهداف الإيرانية في المنطقة شكرا جزيلا لك من إستنبول باشرة السيد العقيد لكم حاتم الفلح تحض لكم حاتم الفلح شكرا جزيلا لكم حجرون أن يومي Supreme Court يومي لكم حاتم الفلح